يستجيرون من الرمضاء بالنار نازحوا الأنبار وجدوا أنفسهم بمواجهة أعمال انتقامية ذات بعد طائفي في مناطق بغداد التي قدموا إليها سيناريو 2006 يعيد نفسه بنطاق أضيق خطف لأفراد من طائفة معينة على يد مجامعة ترتدي الزي العسكري الرسمي ومن ثم العثور على المخطوفين جثثاً هامدة وعليها آثار التعذيب وأعيرة النارية مؤخراً سجلت عدة حالات اختطاف لنازحين من الأنبار في أحياء مختلفة من بغداد كان آخرها لأب وسبعة من أبنائه وجدت جثثهم بعد يومين في أحد مكبات النفايات اللوم غالباً ما يلقى على ميليشيات تنشط خارج الإطار الحكومي وبعد سيطرة داعش على مناطق واسعة من العراق وجدت الحكومة نفسها مضطرة للاستعانة بهذه الميليشيات لدعم عمليات الجيش وهذا منح غطاء شرعياً ولو جزئياً لهذه الميليشيات وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أن داعش لا تحظى بدعم السكان في المناطق السنية يدفع النازحون المدنيون من الأنبار وغيرها ثمن ما تفعله داعش إذ نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمنشورات وزعت في بعض مناطق بغداد تهدد النازحين وتحذر من يستقبلهم بذريعة أنهم موالين لداعش وفي خضم هذه المعاناة يبقى الأطفال الطرف الأضعف فهم لا يحصلون على التعليم أو الرعاية الصحية المطلوبة في المناطق التي نزحوا إليها في حين يمثل صيف العراق اللاهب تحدياً آخراً يقترب بسرعة ويهدد من يعيشون في الخيام بالجفاف والأمراض المعدية التي غالباً ما تنتقل عبر المياه الملوثة شبح الحرب الطائفية يقتحم العراق من جديد ومع كل التحديات الموجودة في المشهد الحالي فإن ذلك هو آخر ما تحتاجه البلاد